السلام عليكم ورحمة الله و أهلا بكم إلى نشرة مفصلة من الإخبارية عقد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز السعود في قصره بالرياض اليوم جلسة مباحثات رسمية مع الرئيس محمد ولد عبدالعزيز رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية و جرى خلال الجلسة بحث مجالات التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين و سبل الكفيلة بدعمها و تعزيزها في مختلف المجالات بالإضافة إلى استعراض تطورات الأحداث على الساحتين الإقليمية والدولية حضر جلسة المباحثات صاحب السمو الملكي الأمير مجرم بن عبدالعزيز السعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء و صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض و صاحب السمو الملكي الأمير بتعب بن عبدالله بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني و صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن عبدالله بن عبدالعزيز نائب وزير الخارجية وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع رئيس الدوال الملكية المستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين وكان الرئيس محمد ولد عبدالعزيز رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية قد وصل اليوم إلى الرياض في زيارة رسمية للمملكة وكان في مقدمة مستقبلي بمطال قاعدة الرياض الجوية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيزة السعود كما كان في استقبال فخامة صاحب السمو الملكي الأمير ميجرم بن عبدالعزيزة السعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيزة أمير منطقة الرياض وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وقد أجريت لفخامة رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية مراسم استقبال الرسمية حيث عزف السلامان الوطنيان للبلدين ثم استعرض حرص الشرف بعد ذلك صافح الرئيس محمد ولد عبد العزيز مستقبليه من أصحاب سمون الملكي الأمراء وأصحاب المعالي الوزراء وكبار المسؤولين من مدنيين وعسكريين كما صافح خادم الحرمين الشريفين أعضاء الوفد الرسمي المرافق لفخامة رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية عقب ذلك قام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز السعود في قصره بالرياض اليوم مأدوبة غداء تكريما لفخامة رئيس محمد ولد عبد العزيز رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية وقبيل المأدبة صافح رئيس موريتانيا أصحاب السمو الملكي لمراء وأصحاب الفضيلة والمعالي وكبار المسؤولين وحضر مأدبة الغداء صاحب السمو الأمير بندر بن محمد بن عبد الرحمن وصاحب السمو الأمير خالد بن فهد بن خالد وصاحب السمو الملكي لأمير مقرم بن عبد العزيزة لسعود ولي العهد نائب رئيسي مجلس الوزراء وصاحب السمو الملكي لأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيزة أمير منطقة الرياض وعدد من أصحاب السمو الأمراء وأصحاب الفضيلة والمعالي الوزراء وكبار المسؤولين من مدنيين وعسكريين والوفد الرسمي المرافق لرئيس موريتانيا اشتركوا في القناة